الشابتر السادس عدنا the production of the fregatives and affregates الآن عدنا fregatives تعريف a consonant sound that during their production air skips through a narrow passage that makes a hissing sound إذن هذا تعريفه هي صوت اللي من خلال عملية نطقهم راح يصير عندي ضيق لمجرى الهواء وبعد ذلك راح يكون عندي صوت أزيزي يعني به هسهسة شون نحن نقول هسهسة صوت أزيزي طيب وهي بالنسبة تعريف الأصوات الفريغative يأتي هنا فراق صح وخطأ اختيار عادي إذا جاب النياب صيغة أخرى مو مشكلة طيب عندنا ملاحظة fregatives are continuous هنا fregatives are continuous يقول الأصوات الاحتكاكية هي أصوات استمرارية ذات صفة الاستمرارية شون معنى ذات صفة الاستمرارية يعني هذه الأصوات عندها خاصية أنه هي تبقى مستمرة شون معنى؟ أولا نحن عرفنا تعريف الفريغative بعدين عرفنا أن الفريغative هي أصوات استمرارية بعدين الريد ملاحظة مهمة أن الفريغative هم هذه المجموعة اللي هي فاذا فاذا سازا شا جا و ها دائما أقول أحفظ زوجي فاذا ثاذا سازا شا جا ها فاذا ثاذا سازا شا جا ها هذه هي الفريغative طيب سلامة خير نعرفنا الفريغative من هي؟ حفظناها كتعريف وحفظنا كتعديد وعرفنا أنه هي استمرارية طيب هسا راح ناخذ مميزات هن هاي المميزات أيضا ضرورية لازم نعرفها أول ميزة تصوات مميزة أولى يكون صفت البلد مرتفع لذلك فإنه كل الهواء راح يمر من خلال الأنف كل الهواء راح يمر من خلال الأنف عفون كل الهواء راح يمر من خلال الفم ما راح يمر من خلال الأنف هاي الملاحظة رقم اثنية رقم ثلاثة يقول لك أربعة احنا عدنا رقم ثلاثة عدنا باللغة الإنجليزية تسع أصوات فريغative أيضا ملاحظة مهمة رقم خمسة أربعة فريغative والتي احنا أخذناها إذن أربع ملاحظات تخص الفريغative طيب جيد احنا ذكرنا إذا يجب علينا التحقيق دخلنا نعرفها The feature of fregatives which means that we can continue producing them without interruption as long as there is air in the lungs شنو معنى الأصوات الساكنة الاستمرارية هي الأصوات التي نستطيع أو نستمر برطقها طالما هنالك هواء في الرأتين هاي الأصوات الساكنة المستمرة طيب من أقول س س ف ف ف إذن أقدر استمر بناطق طالما عندي هواء في الرأتين أقدر جيد ما عندي هواء في الرأتين سأقدر استمر بناطق طيب الآن خلصنا من الفريغاتف و خلصنا من الكونتينت راح نجع على The africates of English africates 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 طبعا هاي كلش مهمة جدا 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 مهمة يقول لك هما هما صوتين معقدات يبدأون plosive و ينتهون fregative هاي كم كيووردس عندي هنا عندي تقريبا ثلاث كيووردس أولا they are two complex consonant هاي كيووردس كلمة رئيسية ثانيا يبدأون ب plosive ثالثا ينتهون ب ثلاث ملاحظات رئيسية تخصها الفريغاتف طيب بعدين اش عندي بعدين عندي الافريغاتف طبعا هما تشوجة بس دولة ثنين عدنا تشوجة هذولة africates africates africate sounds بعد عدنا ال homogronic اللي homogonic شين معنى homogonic هس راح ناخذه و نتكلم عنه هس راح ناخذنا حتى بس نسوي revision شوية revision عدنا ال africates اللي هي الاصوات المتشابهة المتعاونة المتجانسة شنه يعنى اصوات متجانسة صوتين هم اثنيا يسمونهم they began as a plausible and end as a fregatives they are ch-angel طبعا باللغة الانجليزية عدنا تشوجة فقط هما اصوات متجانسة بعدين راح ناخذ فتش يسمونه homo homogonic شين يعنى homogonic اللي هي الاصوات او الاحرف المتجانسة شين يعنى او احرف و اصوات متجانسة يعنى ينطقون من نفس المكان خلص سلامة خيرنا بس Consonants have the same place of articulation اصوات لديها نفس مكان النطق علمي اللي هم بابة تدى و الى اخرى مثال ملاحظات على ال africates كل ال africates همه homogonic كل ال africates همه homogonic كرقم واحد ملاحظة رقم اثنين يقول tche and tche africates different in the alberg هذا الحاتش مهمها مسرح ناخذ يقول لك هل ال k و الف هي africates homogonic جواب لا ليش لانه ال k هي ذلر بينما الف هي lebutenter خلص اي صوت يجيني اباوع على place of articulation اجان الف وال v هل هم همه homogonic نعم homogonic ليش لنفس المكان اجعل ال r بس هل همه homogonic لا مش همه homogonic ليش مو همه homogonic لانهما مو نفس المكان بس هاي طبعا لمن واحد يقول لي شين يعني همه homogonic كهربان فارت هي الأصوات القوية اعتقد شرحيني اللي ما فيه الكفاية ال voiced اللي هي الأصوات الضعيفة بس نحفظها كتعاريف اماrados هاذا تحذر هلا هاذا اللي هي الأصوات القوية والؤسات الضعيف وحنا شارحينها بما فيه الكفاية طيب وهذا ايضا مراجعة الى بس لا اكثر ولا اقل بنفس المكان البايليبيول هذان ليش أنا ذاكرهم مرة أخرى مع العلم أنا شارحهم قبل ذكرتهم مرة أخرى لأنه راح نحتاجهم بالهومورغونيك يعني ممكن يجيب لي مثلا الته مع الفه ويقول لي هل هذا هذا هو هومورغونيك راح أقول له هومورغونيك أو لا طيب هنا ما عندنا فتش هذا شرح عليهم يقول لك الليبي دينتال فريقاتيبس هذه النقاط ما يحتاج نقراهن لأن أصلا أنا حاطنه بهذا الجدول تحفظهن بهذا الجدول أنا أحس بالجدول أسهل صراحة ما يحتاج نيجي نحفظهن هنا مثل ما موجودات بالشرح هذا التفصيلي أنا ما نصح تقراهن هنا لأن هنا صعبات عليك نصيحة تقراهن بهذا الجدول لأن هذا الجدول أسهل لك يعني الآن من أقول دينتال they made with a tongue tip مثلا يقول لك البايليبيول هذه الأصوات تنتج من خلال الشفاة الآن لو أجينا على هذا الشرح البايليبيول هنا بنا أشوف بايليبيول هنا نفس الحاجة يذاكر لي ذاكر أنه لم يتجون من خلال الشفاة بني يقول لي اللي هما سوزة يعني ما بينفد ملاحظة جديدة فأحنا نحفظ الجدول وكل كافي عليهم كل كافي عليهم بس هذا أنا شرح ضائفة تفصيلي اللي يحب يطلع علي ويقرأ وإلا هو ما بيفيد شي جديد طيب هنا عدنا سؤال مهم يقول الh phonetically vowel but phonologically consonant يقول الh كعملية نطق بعلم phonetic يعتبر vowel أما بالphonology بالنظام الصوتي يعتبر كونسنت شين السبب رح نتعرف أولا يقول لك الh is phonetically vowel صوت الh يعتبر بعلم phonetic هو vowel ترى ممكن تجيني السؤال صح وخطأ يقول لك phonologically is vowel الh بعلم phonological جواب غلط phonetically vowel إذن بعلم phonetically vowel شنش سبب الجواب it is produced without any obstruction to the airflow شن معنى هذا الحد شيء طبعا صوت الh صوت هذا الصوت ينتج من خلال أن الهواء يخرج من الرأتين إلى الخارج طيب قبل لا أشرح هذا خلينا نعيد نذكر شن أصوات العلة أصوات العلة هي الأصوات اللي تنتج قبل كل شيء أصوات العلة هي الأصوات اللي تنتج من الرأتين إلى الخارج بدون إعاقة طيب فإجهش قال لي قال لي صوت الh نعتبره بعض الأحيان علة شن السبب؟ السبب لأنه ننطقه بدون ما يكون إعاقة مثل أصوات العلة مثل أصوات العلة إذن 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 صوت الh نعتبره مرات علة لأنه هذا الصوت يشبه صوت العلة عند نطقه إذن لأنه يتشابهون بالنطق بالعلة إذن اعتبرناه علة طيب زين بعدين شي يقول الملاحظة الثانية يقولها فنالوجيكلي بعلم الفنالوجيك هو كونسنت شن السبب؟ السبب السبب بكوز بفاونت 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 لأنه بالنظام الصوتي ومكن نلقاه قبل العلة أحد إذن طالما أقاه قبل العلة هذه ميزة الكونسنت لذلك أعتبره كونسنت السبب آخر الآن لو رقيت ه لو رقيت ه مثلا على سبيل المثال أهوليدي إحنا نقول أنهوليدي لو نقول أهوليدي بالإنجليزي دائما أو أهات إحنا نقول أهات إذن اله تجويل كونسنت إذن اله هاي هاسا حاليا اله أخذ ميزة الكونسنت أخذ ميزة الكونسنت لذلك اعتبرنا كونسنت يعني وكأن الموضوع نوضح مثال آخر نوضح مثال آخر فلان واحد اسمه محمود هذا محمود عايش ببغداد طيب محمود راح أقول علي هو بغدادي لأنه عايش ببغداد طيب وهو نفسه راح نقول علي عراقي لأنه عايش بالعراق نفس الحالة بالضبط الهه فنرجك لي هو علة لأن ينطق نفس تنطق أصوات العلة طيب أما فنيروجك لي هو كونسنت ليش كونسنت لأنه لديه خواص كونسنت كونه هي خواص كونسنت أنه يجيني قبل العلة والميزة الأخرى أنه يجيني ياخذ الأ والأ اللي ياخذ الـ."". و هذا كونسنت لذلك كرح ن Treat Brother كونسنت بإعلم الفنيروجيك لي ما ننسى بالفنيروجك لي بالالفنالوجي هو كونسنت بالفناتيكس هو فوناتيكس ضوال فوناتيكس ضوال فنالجي، خنالجي صوري Impossible أخر شي عنده تعريف البريثي برويس البريثي برويس طبعاً البريثي برويس وهي حيث إذا أحد مهموسين من خلال صوته المتحدة عند أصوات الضعيفة لما يجين بين الأصوات الضعيفة رح يسمونها بريثي فويس شنو بريثي فويس هي صوت لها لما يجيني بنص حرفين قوي ضعيفين سلامت خيرنا شنو بريثي فويس هي حالة لصوت لها عندما يكون بين الصوتين ضعيفين اللي هو الفويس بس غير هاي ما عدنا غير هاي ما عدنا عدنا بعد ملاحظات عامة هيك شي ايضا نستفاد من عدها عدنا هنا فت شي اسمه الفويس لابيو فيلار فريقاتيفس هذا الصوت اللي هو صوت لما نقول اللهجة البريطانية تقول اللهجة الامريكية راح يكتبونا بهذا الشكل شوف يقول عندنا نفضة صوت هذا الصوت الـ W بالعكس الصامت نحس وكأننا نلفظ صوت الـ H قبل صوت الـ W ولكن لا يجد صوت الـ H حقيقي بالصوت الـ W يعني شلون وكأنه تنطق الـ H وكأنه تنطق الـ H قبله لذلك هم يكتبون بهذه الطريقة يعني يقول لك الكلمات التي يبدأ بالـ W ستنطق الـ W ستنطق الـ W ستنطق الـ W ولكن الـ American and Scottish تنطق الـ W كأنه تنطق الـ W كأنه تنطق الـ W وكأنه تنطق الـ W وكأنه تنطق الـ W وكأنه تنطق الـ W هذا الصوت يسمونه يسمونه Voiceless Lebeo Velar Fregatives خلاص بس هاي المعلومة اللي لازم أعرفها هو كنت تجين فراغ صح وخطأ اختيار سؤال عادي ويا هذا الشرح بسيط كل شابة هذا دعنا الصوتين من يجون سوي بلاجة أمريكية والاسكتلندية سينطقونا بالـ Voiceless Lebeo Velar Fregatives ويكون عكس الـ W بس Voiceless Palatel Fregatives طبعا عندنا أيضا من الصوت الآخر اللي هو عندنا اللي هو يسمونه Voiceless Palatel Fregatives اللي هو صوت الش ش ش ش ش ش شش شGo اللي هو مريكية ahíص 윈ج أو Human شο بن شو من و honestly ānجليزة اللي يقولون باللغة como اللغة الفرنسية average يقول البوا Association اللي هي فنش معناها الفرنسية أيضا البعد هو كثير لغات موجودة بها هذا الصوت بالإنجليزي ما موجود هذا الصوت بس أنه لازم نعرف أنه طريقة كتابته يكتب سي وجوها خمسة صغيرة شوف ذا نقربها جدا شون الخمسة هذي صايرة شون الخمسة شلون القوس خمسة أنا أشوفها بس صغيرة جدا ومعبوجة يعني شون سايران طيب تعريف الأفريقيتس أخذنا هذا أخذنا الفورتس كونسننت الأصوات القوية أرد إحنا نعرفها بس أنا حقيقة أحب أعيد وأكرر أكثر من مرة لأن برات تأتيك طالب يقول لك ما أعرف شون الأصوات قوي شون الأصوات ضعيف هيا أخذناهم دائما أحب أكرر بهن آني إن شاء الله بعدين عدنا آخر شي هذا السؤال موجود صراحة جايبيت أحد أحد الأساطفة جايبه دكتور أحد الجامعات يقول لك سيف وسيف يقول أك اختلاف ما بين صوت الأي يقول ناقش هاي العبارة سيف وسيف يقول عبارة السيف وعبارة السيف يقول ليش أك اختلاف بالطول طبعا أكيد بسبب أصوات القوية الجواب yes and the word safe the vowel becomes shorter safe صوت قصير and weak وضعيف safe safe ليش بسبب الصوت القوي اللي خلى خلى العلة قصير طيب ولكن في كلمة safe خلى طويل ليش خلى طويل بسبب صوت العلة الضعيف اللي خلى صوت العلة قوى بس هذا سؤال جاي وزاري عفوا جاي بابتحان شهري وأخير سنة أيضا جايبينا فسؤال مهم طيب آخر شي عندنا الغلوتاليزيشن شن معنى الغلوتاليزيشن in this situation whereby the fourth consonant produced with the closed glottal specific context the glottalization with a symbol آ طيب هذا هذا الصوت يسمونه صوت آ آ ني آ ني آ آ آ آ آ شايف يعني الفوكالكورتز تغلق تماما الفوكالكورتز تغلق تماما تغلق تماما الآن هاي الكلمة تقرأ نيشا ولكن اللهجات مثلا لهجة كوكني بيقولون ني آ ني آ كاتينج كأن كأن روشز روش سوري روش 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 عفوا روش روش يعني هايرفضون آ آ آ آ مثلا ووتا وآ 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 هو صوت بينما هي تلفظ روش أو كاتينج شو طيب هنا عدنا ملاحظات على اللقلوتاليزايشن أولا اللقلوتاليزايشن أكورس بفار باتا كا أولا أنه اللقلوتاليزايشن ترى يصير قبل البتا كا بات ويسبرد اللقلوتاليزايشن ذات شا الهند أو سترس سلوبل ولكن هو معروف دائما على شكل في نهاية الكلمة واتش كاتش رتش وإلى آخره هاي ملاحظة الأولى ثانيا رمز اللقلوتاليزايشن هو هذا اللي هو مثل علامة الاستفام ذر السيميلر هنالك تشابه ما بين البتاكة و though it's not so noticeable يقول لك يعني يوجد تشابه عند نطق اللقلوتاليزايشن بالبتاكة ولكن ليس جدا يعني خلينا نقول التشابه كبير the glottalization with بات ك is possible when they are followed by another consonant or base ملاحظة جدا مهم ما يصير عندي glottalization اللي يصير عندي consonant 2 اكتر ا 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 شو ما 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 ف ب ب ا ا ا مو ا ا ا ما فتبول فبول فتبول 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 أه هذا نسمونا لماذا ننسوى هذه الدوخة لماذا نلتل سأقوم بالتعليم ماذا نفتهم هذه اللهجات اللهجا الكوكني بعض اللهجات يقولون أي شيء حتى بعض اللهجات بلندن حتى البريطانية بلندن وضروري نعرف نعم الآن هذا بدون الآن بدون الآن بدون الآن بدون وهذه عندنا تدريبات هذه تدريبات نحلهم كلها نحلهم وتدرب عليهم نحلهم وتدرب عليهم والله العظيم أتمنى يجينا أستاذ ينطينا تدريبات ويقول له هاك حل وأنا حل وأكتشف شنو حلي هذا الموقع ينطينا رسم صوتي موقع اكسفورد نفسي هذا موقع اكسفورد يعطيني الرسم صوتي ار اي كلمة نكتبه طالعنا رسم صوتي مالته هذا بس نكتب اكسفورد بس ندخل على هذا الموقع نكتب الكلمة مثلا thought ينطيك كلمة ثوت الرسم الصوتي مالته بكل بساطة اي كلمة يعطينا اي كلمة أسأني عنده كلمة لوزر اجد لرسم الصوتي مالتها انسخها او اكتبها بالموبايل وانا تدرب عليها بالبداية حل خطأ واسوي لها اضغط عليها هنا صارت طلع عندي لوسا طلعت للرسم الصوتي مالتها واكو موقع اخر ايضا موقع اخر ايضا ينطينا رسم الصوتي يسمونا تو فنتيكس موقع اخر اسمه تو فنتيكس ايضا هذا الموقع ينطينا رسم صوتي ايضا نكتب الكلمة بي لوسا يعطينا رسم صوتي لوسا حتى ينطيك الصوتي مالتها لوسا ينطيك ايضا رسم صوتي ينطيك لها جهة بريطانية وامريكية حسان هذا نسوي امريكي نسوي بريطاني شوف نسوي بريطاني ونسوي لها شو ترانسكريبشن طلع لي الرسم الصوتي بدون الآ هذا الرسم الصوتي مالتها بس واحد يخل يحل يتدرب بينه بالنفس اتدرب وحل غلط مو مشكلة وبعدين ارجع اشوف حلي هل حلي صح ام خطأ زين هذا اسئلة ايضا انا طبعا بالملزمة مخلي اسئلة محلولة ومخلي اسئلة ما محلولة وكلها موجودة بالملزمة ما جبت ولا شي من عندي ولا شي واحد من عندي زين اهنا يقول write the following word in their normal spelling اهنا منطيك كلمة اريد الرسم الحقيقية مثلا love هاي الكلمة اللي هي يحب love نكتبها نجي نقرأ هنا مثلا هاي الكلمة شين هي هاي شين هي هاي thief اللي هي لص نكتبها how many phonemes كم عدد الفنمات اللي عندنا كم عدد الاصوات اللي عندنا bleed هاي الكلمة واحد اثنيا لا هذا اربع الان هذا الصوت واحد يعتبر bleed اذا هاي اجقت هاي ثلاث اربع اصوات تحتوي على هذا طيب give example اوال يطين انطيني هذا الصوت انطيني هذا بمثال مرات يجيني هاي سؤال جبلي او قلي انطيني هذا بمثال كل بساط انطيني مثلا book cook discuss ناقش كل هاي الأسعلة موجودة بالملزم يقول لماذا اصوات الافريقاتف هي continue ليش ما استمر لأنها نستمر نستطيع أن نستمر بناطقها طالما يوجد هنالك الصوت في الرأتين هذا هو بس لا كثر ولا قد هنا ايضا عندنا اختيارات يقول لك choose the correct answer اختر الجواب الصحيح plosives have vase طبعا انا دامج بيها حتى بيها اسئلة مو من هالوحدة حتى بيها اسئلة من الوحدة القابلة قبلها شوية احب انو يعني حتى ما اضل بس مجلب بهذا الشابتر شوية يعني انو ليش حتى ما انظل يعني مجرد بس للفصل هذا صير عندك معلومات عام صير عندك معلومات عام